وينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري حسان إذن كيف رصدت الأجواء قبل هذه الزيارة إلى الجزائر نعم شكرا اليوم الجزائر على موعد مع زيارتين مهمتين في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة والتدخل العسكرية المحتمل للجيش التركي في ليبيا حيث من المنتظر أن يزور اليوم الجزائر رئيس حكومة الوفاق فايز الصراج مع وفد ديبلوماسي وكذلك ممثلين عسكريين إلى الجزائر وسيكون في استقبالهم وزير الخارجية صبر بقادوم ليتم بعدها الاجتماع مع الوزير الأول عبد العزيز جراد لينظم بعدها لقاء مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتباحث الأوضاع الليبية خاصة أن هذه الحكومة قابلت بالتدخل العسكري في المنطقة والجزائر أكدت مرارا وتكرارا أنها ضد أي تدخل عسكري خارجي في المنطقة وأنها مع التسوية السلمية السياسية للملف الليبي وأكدت بأن أمن ليبيا هو من أمن الجزائر وأن العمق الاستراتيجي للأمن الجزائري هو في ليبيا وأمنها وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين سياسيا كما أرسلت مساعدات إنسانية وقدمتها للهلال الأحمر الليبي تعبيرا منها عن تضامنها ورغبتها في أن تسوى الأوضاع في ليبيا بطريقة سلمية وأيضا من المنتظر يحل وزير الخارجية التركي في الجزائر حسب ما أفادت به وزارة الخارجية التركية وتناقلته هنا أيضا وسائل إعلام جزائرية بأنه من المنتظر يزور الجزائر في مدة يومين اليوم ويوم غد في زيارة رسمية يتباحت فيها العديد من الملفات الثنائية ومن المؤكد أن يكون الملف الليبي من أبرز الملفات على طاولة النقاش نعم حسان جزائري مراسل الغد من الجزائر شكرا لك حسان